رفض وإدانات واسعة في العراق بعد الإعلان عن ما سمي باتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني وشيعي حيث عد علماء ومسؤولون الاتفاق دليلاً آخر على استمرار الاستيلاء على أوقاف أهل السنة في بلدهم من باب المحاصصة الطائفية مع أفضلية لصاحب النفوذ الأقوى بين المتقاسمين الاتفاق المشترك بين الوقفين بتنسيق حكومي حدد خيارين لحسم الخلاف القائم على أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغات منذ عام 2003 أولهما يتضمن نقل أرشيف وزارة الأوقاف الملغات إلى دائرة الكتب والوثائق التابعة لوزارة الثقافة المسيطر عليها من قبل ميليشيا العصائب خلال مدة أقصاها نهاية العام الحالي وفقاً لتسريبات صحفية أما الخيار الثاني فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف الملغات وفقاً لمذكرة حكومية وبحسب الاتفاق المشبوه كما يوصف يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الكاظمي ووزير العدل الحالي ورئيسي الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ تقاسم الأوقاف ولم يستثى من ذلك الاتفاق سوى المساجد المشيدة من الأفراد التي ستكون عائديتها وفقاً لمذهب الشخص الواقف نفسه هيئة علماء المسلمين في العراق كشفت عن وقوف جهات سياسية مستفيدة وراء اتفاق تقاسم الأوقاف المشبوه ومروجة له وأكدت الهيئة أن الادعاء بأن وزارة الأوقاف ضمت أوقاف جميع الطوائف والأديان قبل الاحتلال لا سند له الهيئة أكدت عدم صحة ما جاء في رد الإدارة الحالية لديوان الوقف السني وزعمها بأن المصادقة على الاتفاق بين الوقفين السني وشيعي سيعيد الكثير من أملاك ديوان الوقف السني وحقوقه ومع محاولات الوقف الشيعي والميليشيات المتكررة على مدى السنوات الماضية للسيطرة على العقارات والأوقاف في محافظات بغداد وديالة والتأميم ونينوى وصلاح الدين وبابل ما ينذر وفقا لمتابعين بضياع أوقاف أهل السنة التي لا تقدر بثمن لاعتبارات تاريخية وثقافية ترتبط بهوية سنة العراق أنفسهم اشتركوا في القناة